ايه الاختر من كده بقى ان احنا نعمل حلف صهيوني اماراتي سعودي مصري تقودوا الامارات واسرائيل والسعودية ومصر تابعين ذليلين فنبدأ بقى نفكر بقى انت عاجة بقى نفكرك بقى جد ايه بقى الحلف ده ده مصر جارة لحمل غزة المفروض يعني تحرص ففجئنا بنسيس اول ما جيه اول في تراتاشا لسه مجيش تخ 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 رفع والايه والانفق وهنبيد ومش هنسف صح او لا لا بعدين فجئنا بان بيعمل قاعدة ايه برنيس في البحر الاحبن طيب احنا عندنا منين فلوس يا ابني ان نعمل قواعد وانحنا عندنا فلوس يا عبيب معاك فلوس انت 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 ايه مش من البحر الاحمر ولا من الغردقة ده منين شكلك كده بالصعيد سويسي شرقوي ما تقول يا عم مينوفي والله ما هنسف مدان ايه حتة هيقولك بحراوي وينسي النفس الاسكندرانيه فنبدأ نعمل برنيس ايوه برنيس طيب يا جماعة ده احنا شق ده احنا غلابة اوي ده احنا فقرة اوي طيب هو برنيس في البحر الاحمر ليه طيب ومين اللي قاعد المعلم بتاع البحرين على بتاع الامارات الكفة اللي هيعني بتاعنا ها 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 أيه والله طيب دلب دول القادمة بيعملوا ايه؟ عندنا ببلدنا قاعدة بحرية عظيمة يشاند ايه طيب هناك في البحر الاحمر في انت دي ليه؟ يقوم البرنامج الوسائ contestants أنت دي نوعا 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 ما سهدته بتاع الجزيرة ما يخافي اعظم يقول لك أيها يكشف لك حتة من الغطاء الذي كان يخفي حقيقة دور مصر وما يسمى بجيش مصر اللي أنا بقولش أنه هو اللي بيعملها هكذا اللي بيعملها الجنرات وإن إحنا ناخد تعليمات إسرائيلية عبر الإماراتيين بإن إحنا نروح في الحتة دي ونعمل قاعدة ليه يا معلم عشان نمنع تهريب السلاح للمقاومة في فلسطين مش إن إحنا بنقف عن مقاومة أو نتكلمش عنها ده إحنا كمان يمنعونا لإيه المعود يبقى قفلنا الأنفاق فين فرفح أكل شرب إيش وتحت قفلنا إيه السلاح اللي الناس عاوزة تدافع عن وطنة لأن فلسطين محتلة وفق تشريعات الأمم تحت فلسطين أرض إيه محتلة في يوم الراجل ده يقولك إيه في الفرنامج عام يالون اللي هو كان رئيس الجهاز الأمن يقولك إيه وإحنا استخدمنا المصريين في إيه في الحرب دي على مين على حماس على الشعب الفلسطيني مش إن إحنا انتقلنا إلى التطبيع ده إحنا أصبحنا نعام الحماس والفلسطينيين على إنهم إيه عادوا برافو عليك برافو عليك يبقى الشعوب الإسلاميين المقاومين المعارضين كلهم أعداء لمين للرباعي النجس اللي هو بن سلمان بن زايد نتنياه والسيسي ده لسه هوري نسمع سمعنا بقى الجزء ده من برنامج ما يخافي أعصر عشان نفق من الدنيا مش هزاني ياريت يطلع محمد زاكي اللي هو وزير الدفاع بالأجل اللي تكرم اللي هو دي مبارح يقول له عيب يخرس ولا الأخ رئيس جهاز المخابرات الحربية يقول له عيب يا لون يا للأدب نحن لا نستخدم ولسنا ضد حماس ده بيقول لك استخدمه لإيه مش للحرب على حماس لأ لتوضيح للعالم ان احنا بقينا صفرة نتحدث نيابة عن الكيان السهيوني إلى العالم ونقول له حماس بنت كلب ومجرمة وقاتل صدق أولا تصدق ايه راجزز في هذا الإطار هتلاقي انه حصل انقلاب في السودان جابوا شوية شيعيين لابا اخذ ما يسووش تعريفة بقى خلاص انا ما عنديش كلام تانى اقوله وقال له تعالوا اركابوا الحلزونة بتاعت الجيش عشان نشيل مين البشير البشير كان عنده اخبار بانه ربما يعني اتشال فراع قال لك انا يعني نشوف موضوع اسرائيل وبعد رئيس المخابرات بتاعه قال له برضو مش كفاه لازم نشيل الاسلاميين من اين من الليلة كلها نشيل الشعب السوداني من الملعب عشان هتبدأ الخطوة التانية ان السودانيين يبدأت تصلب مين بالاسرائيليين ولهم تعالوا يا حبيبي وشاف ايه يبقى عندك السودان تحت والبحر احمر وبعدين تعالى روح على الاردن خلاص هنقفل جمعية الاخوان المسلمين مش هم ما لقالوا كده وجماعة الاخوان المسلمين هنقفل ما كاتبها ونقف بقى ضدهم يعني الاردن غلبانة يعني النزاب الحكم نفسه في وضع سيء ولسا مين عمرهم ما وقفوا ضد الاسرة الحكامة لكن لا مطلوب اسكاتهم بالرز الايه غلط خليجي غلط بالرز الاماراتي تعالى فكرة بنتقدرش تنقذ بالخليج والاماراتي الاماراتي مسموم بالسم لايه السوفيون بعض الخليجي فيه هذا السم وبعضه ليس فيه للحقيقة عدنعمل ايه وبعدين عندنا عمان تمام في المربع يبقى فضلنا البحرين والسعودية البحرين هي متحدش باسم السعودية كلها يومين والسعودية تقلن ايه خروجها من ملة الاسلام خلاص بقى عرفت اللي محصل ايه في هذا الاطار الحرب على الشعوب اتفكر انها على الاسلاميين ولا على الاخوان ولا على المعارضين على مين على الشعوب وهي حرب دروس سينفق عليها اعداء الشعوب كل سرواتهم وسيخسرونها ان شاء الله ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل مين سبيل فسينفقونها ثم تكونوا عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم ايه يحشروا وصلى عنها بعث السلام ما احنا بنقول برضو مش كده مش هو ما بيطلعوا الناس يقولك خوارج وبوارج والكلام الفارغ لا نقول كويس قوي فالعمال يحصل في المنطقة هو عبارة عن ايه الحرب على كل ارادة صغيرة او كبيرة لمين للشعوب والحرب دي من باعها مال خليجي وملوث وعقول خليجية خبيثة زي الامارات وتدبير صهيوني وعمالة لزعماء الله وكيلك ما يستحقوا الا البلغة اللي هما لابسينها الله وكيلك وبالتالي في الجزء ده يبقى الحرب على خطر مشروعة والحرب على تركيا مشروعة وفي الجزء ده افكرك بان الامارات عملت قاعدة في غرب مصر الامارات مش مصر وجاب الطيارات ودبابات وحاجات فاكرها ولا لا ومن اللي فتحها برضو ابو زايد ابو خليفة ايه ابو خليفة جاي على ظهر فرس يقود المنطقة كما قال عبدالخالق عبدالن مين اللي بيقود المنطقة يا ولاد ابو خليفة اللي هو مين اللي ابو خالد اسمه ابو خالد اللي بيقود مين الامارات ربنا يديها الصحة وتكبر كده وتربرب وتخد لها حتتين ارض من جبها كده ولا حاجة ويبقى لازم نعمل قاعد محمد ناجيب فين في الغرب ليه عشان نهدد مين مش ليبيا بقى تركيا ومين اللي يروح يمشي في المهرجان اللي افتتاح يا ولاد والعربية مين محمد بن زايد والراجل بتعزوا دي وحفطة والزيس ماشيين مع بعضين كده حاجة حلوة كده مش حين عندنا الصور دي ولا ايه اه حاجة كده ويروحوا يفتتحوا القاعدة دي وبعدين يجي السيسي وقال لك عيوة وسنحارب وسنقطع يد مش هاردين وبعدين في الآخر ما يروحوش يعملوا حاجة اللي مين دول يا ولاد ده الامير الكفيل الكفيل والكفيف اهو الكفيل والكفيف حلوة حلوة الله التعبير ده الامير الكفيل والكفيف يلا يا ولاد ماشي تابعه هو يمشي الاول ساعدتك سيادتك اهم حاجة ايه رأيك هنركب العربية يا ابني الحلوين بقى مين اخو الملك ابن الملك فيصل وابن الملك بتاع البحرين وابن الهابلة ومحمد بن زايد